نروح على ماتش بكرة، ماتش أمبي مباراة تعودنا أن كل ماتشاط الأهلي صعبة تعودنا أن كل فرق على مستوى الأفراد وعلى مستوى الجماعي وعلى مستوى الجهاز الفني وعلى مستوى الإدارة شايفة ماتش الأهلي وطولة في حد ذاته فشايفين ماتش بكرة إزاي؟ وإزاي تبني؟ أنا كنت بقول في بداية الحلقة أنه هل الأهلي عشرة على عشرة؟ هل إحنا كده تمام؟ لا طبعا لسه مش تمام لكن تقدر تقول أنه إحنا يعني رجعنا تاني على الطريق نقدر نبني بشكل كبير جدا على اللي حصل في ماتش بيرامدز عشان نوصل للهدف اللي إحنا عايزينه قبل ما نوصل إن شاء الله كاس العالم وله كلام طبعا عن كاس العالم كتير مع بلال وفاروق تبني إزاي أو تتحرك إزاي أو تبتدي إزاي بداية من ماتش أمبي وشايف أمبي إزاي اليومين دول يا بلال رأيتك للفريق تبني إزاي؟ احنا قلنا بعد مباراة بيرامدز على طول أن فوز يفرحنا آه يخدعنا لأ يعني إحنا نفرح فوز كبير وفوز غالي ولكن الفوز ما يخلناش ننخدع ونتصور إن إحنا رجعنا للحالة لا الحالة إحنا عايزين نستمر نحقق فوز في 8 أو 9 أو 10 مباراة زي ما كان ده الحال دايما في بطولة الدوري ساعتها نقدر نقول إن إحنا رجعنا تاني نقدر نقول مع التدعيمات ومع عودة المصابين وكلام ده كله إن النادي الأهل رجع للحالة اللي كان عليها في بطولة الدوري تحديدا بس فإحنا نبني إزاي نستفاد من الإيجابيات اللي إحنا مرنا بها في مباراة بيرامنز الحسم التسجيل التصويب من الخارج اللعب الاستفادة من الدربات السابتة ودي ترجمها عمر السلاية في كورة الهدف التاني كل الحاجات دي إيجابيات نقدر نبني عليها بكرة شايف إنبي إزاي؟ إنبي مع طلعة يوسف الشكل أكيد هيتغير تماما عن ما كان عليه مع أحمد كشر المدير الفني طبعا حديث العهد بالدوري ما عندهش الخبرات اللي موجودة عنده طبعا مدارب كبير زي طلعة يوسف إنبي بيعتمد في معظم لعبه على رفيق قبو واحد من أسرع اللاعبين اللي موجودين في الدوري المصري هيلعب دايما أو هيبقى دايما عايز يلعب الكرة في ظهر في المساحات اللي موجودة في ظهر علي معلول وده هتطلب طبعا أن المدفعين يبقوا دايما مغطيين أو لعب نص الملعب مغطيين دايما الحتة اللي بتبقى موجودة في ظهر علي معلول إن علي معلول بيبقى عنده واجبات هجومية طبعا إحنا مفتاح لعب من أهم مفاتيح لعب النادي الأهلي علي معلول فطبيعي بيبقى مطلوب منه إنه دايما بيزيد بشكل مستمر في المباراة فدين يمكن دي أهم نقاط قوة إمبي رفيق قبو واحد من اللعيبة اللي بيهدفين الدوري الموسم دوت كمان عندهم أحمد أمين أفا لعب بيعرف يجيب بيسجل من أنصاف الفرص زي ما بيقولوا وبعدين هم جايين كمان بحالة مع نواية كويسة جدا نفايزين على الاتحاد السكندري اللي عامل نتائج مميزة السنة دي قدروا يفوزوا عليه وفوز طبعا يديهم الثقة قبل مواجهة النادي الأهلي غدانيان نسخة حلوة نسخة الدوري السنة دي يعني إلى حد ما فيها نتائج مش هتوقع ما فيهاش صغير وما فيهاش كبير فيها فرق عندها لعيبة كرة كتير فالنسخة السنة دي ما هياش مملة أو رتيبة زي نسخة كتير كان بتحصل قبل كده لا خالصه بس يعني لو فيه رجاء كده للإدارات يستنوا شوي على المدربين لأن فيه مدربين عندهم بوتينشل أنهم يتحسنوا في الدوري لكن بيبقى فيه استعجال دايما في الإقالة فيه أكتر من مدرب تمت إقالتهم والفرقة ممكن تيه قدام شفنا طبعا أسوانه والأداء الرائع شفنا أكتر من فريق في الدوري السنة دي أنا عايز بس أتكلم على مباراة أمبي لأن كابتن طلعت يوسف دايما هي مباراة ضد أي فريق بيدربه كابتن طلعت يوسف هو أعتقد السيناريو هيبقى محفوظ يعني الفرقة بتقفل أربعة خمسة واحد كل خططه مع كل الفرقة اللي بيلعبها تأفيل دايما أدوار الأجنحة بتبقى أدوار دفاعية مش هيبقى فيه خطورة متوقعة على النادي الأهلي خصوصا أنه شفنا مستر مارسل كولر جيد جدا في التعامل مع المرتدات أنا بزعلم المتشاط اللي فيها تكتلات دفاعية دي يعني سيبك تبعا من قصة أن أنت ككمور بتعاني يعني أغلب المتشاط اللي بيلعب فيها أو بتلعب فيها الفرقة قدامنا دي الأهلي أنها ترس الفرقة وراء وتستنى لأما الأهلي يبقى يسجل نبتدي نبقى نلعب كرة بتبقى ممتشاط مملة ومتشاط بيخة وإنت كالجمهور كمان ما بتستنتعش فيها بكرة وخصوصا كمان أنك شوية يعني هجوميا بتعيني إحنا كفرقة هجوميا ما زلنا بنعيني عشان تسجل بتعيني فبالتالي ماتش بكرة ممكن يبقى من نفس السيناريو ده ونرجع لسيناريو بقى مقابلة بيرامدز اللي هو سموحة سيراميكا ولا ممكن يبقى لها مدخل تاني بعد الحلال المعنوية واستعادة الثقة لا هي كل المباريات أعتقد ضد النادي الأهل بتبقى بنفس الوتيرة وبنفس السيناريو عشان تكسر التكتلات دي لازم هدف مبكر لازم هدف في الشوت الأول أو في أول نص ساعة وده بيجي شفنا ضد بيرامدز الحلول جات من تصويب خارج منطقة الجزائي وكرة سابتة لازم تعتمد على تصويب خصوصا أن الفرقة المتكتلة متواجدة في السندوق بشكل كبير جدا وبتديك فرصة للتصويب أعتقد عمر الصلاية بعد الثقة اللي خدها في المباراة الأخيرة هيجرب تاني أكتر من مرة محمد مجدي أفشا لازم يبقى فيه أكتر من حل مش دايما هعرف أختارق الفرق خصوصا أن دلوقتي شفنا التنظيم في الكرة ما خلاش فيه فوارق شوية لأن كله بيقفل المساحات وكله بيقرب وداية الملعب لازم يبقى عندي حلول أخرى حلول بديلة برا السندوق شفناها في مباراة بيرامدز وأتمنى تتكرر في مباراة أمبي قفل المساحات أو تديق المساحات يعطل لك السرعة ويعطل لك المهارة وبالتالي هنا تحتاج القوة في أجلب الأقوات وده يمكن حل كان واضح جدا أو فتح الجيم مع الأهلي في ماتش بيرامدز بتزديد السلية أعتقد الهدف ده هو اللي خل الجيم بالنسبة للأهلي ومش بس مع بيرامدز مع أي ماتش مع أي فرقة تانية أي فرقة الأهلي بيبادر فيها بالتسجيل المساحات بتتوجد فرقة بتتحرك الخدود بتبتع يعني بتوسع أو بتبقى بعيدة عن بعضها وبالتالي السيناريو المفترض يبقى أسهل بالنسبة لك يعني إحنا خلينا نقول إن إحنا عندنا مشكلة بقالنا موسمين تقريبا وده الموسم الثالث مع الفرق اللي إحنا ما كناش أصلا متعودين نفقد نقاط أمامها زي ما حضراك قلت إحنا فقدنا نقاط أمام فرق زي اسموها وصيراميكا مع الاحترام الكامل لكل الفرق ولكن إحنا كنادي أهلي ما كناش معتدين إن إحنا نفقد نقاط أمام الفرق دي فإيه المشكلة إن إنت تحل إزاي توجد حلول زي ما قال الفاروق لازم تفكر برا الصندوق أنت الفرق كلها متكتلة زي مدرب زي طلعة يوسف بكرة متوقع جدا ومحفوظ إنه يرسل زي عيوك أنا كمدير فني للنادي الأهلي وميستر مارسل كولر أكيد مذاكر الكلام ده كويس والجهاز المعاون أكيد مديله طبعا داتا عن أو خلفية طبعا عن طلعة يوسف لازم يعني أفكر برا الصندوق حلول فردية مثلا اللي يفك التكتل مهارة فردية أحمد عبدالقادر لما نزل شفناها شوية لليعبهم في مطش بيرمز أعتقد أنه هيبقى ليه دور كبير بكرة في مباراة أمبي عنده الحل الفردي مميز جدا التصويب من خارج منطقة الجزائق استغلال الكرات السبتة كل دي حلول قادرة أن هي يعني تكسر التكتلات الدفاعية للفرق ونقدر بيها أن احنا نتغلب على مشكلة الفرق اللي بتقف وبتواجه النادي الأهلي من المناطق الخلفية شايف تشكيل الأمثل وطريقة اللعبة الأمثل بالنسبة لمرسال كولر في مواجهة أمبي بكرة أعتقد التشكيل اللي نهى به مباراة بيرمز يعني أعتقد أنه تشكيل عنده غيبات كتير خد بالك كريم فؤاد برة حسين موضوع ما شفناش فرق كبير حسين حتى حسين لما كان بيتواجد الفترة الأخيرة كان بيحاول يسبت نفسه أقدم عروض جيدة أحمد عبدالقادر كمان رجوع مهم جدا لأنه بيخلق دايما الحلول الفردية بيقدر يعدي ويعمل عرضيات خطيرة ما بين شادي وما بين شريف الاتنين أعتقد يعني ما فيش حد متميز عن التاني بشكل كبير فسواء الاتنين موجودين هيبقى رأس حرب موجود وحتى ممكن تفكير في برونو يعني يبقى موجود في المركز دوت واللعبة تتحرك برونو سابي رأس حربة برونو موجود رأس حربة وتحت محمد مجد أفشا ممكن تبقى فكر جديد ويتجرب في المركز ده ملتفق ولا لك لا أنا شايف أن شادي غيب عنه حطة السقة شوية يعني هو لسه ما قدمش اللي عنده شادي احنا شفناه في الدورة مع سراميكا كان بيقدر يسجل أهداف فأنا شايف أن شادي لو قدر يكسر حطة الحاجز النفس أنه هو بقى لعيب نادي أهلي بقى مطالب أنه هو يسجل أهداف فأنا شايف أنه هو يستمر يدي الفرصة بكرة لشادي يبدأ بيه بالظبط وشايف أن برونو يا برونو يا أفشا أنا مش حتى الآن برونو لم يقنعني في مركز الجناح أنا ريف سأشوف برونو في جناح يمين لا هو دلوقتي جناح شمال كان ما كانش بيقدي بأحسن حاجة في مبارات بيرامد أنا شايف أنه بكرة يا هو يأفشا في مركز عشرة أحمد عبدالقادر في البداية مع حسين الشحات في الناحية اليمين ومع شادي وزي ما قلنا طبعا هيبقى استغلال الحلول الفردية ترجمة نانسي قنقر